سبعة الخير حبوباتي ان شاء الله كاملة تكونوا بخير ولا خير انتم تشوفوا في هذا الفيديو كي ما راكم تشوفوا راح ندير معكم وصفة على السلق بالخضراء والتجاج وصفة هب البنينة وشو نقولكم قمة في البنة عندي زربطة على السلق بقيت الخامة منطلع وانهبط كيفاش راح ندير كيفها نعمل اي واقلت ندير لهم هذيك الوصفة لكاملة راح يحبوها اولادهم ويحبوها العيلة كاملة وصفة هب البنينة تكملوا معي الفيديو الاخير باتتسافدوا كل المعلومات اللي حنعطيها لكم نبدو بسم الله والصلاة على رسول الله لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوناش باللايك واشتراك وتفعيل الجرس حتى يسكنكم كل جديد واللي معايا نقول لكم فرجة منبتعة الحباب كملوا الفيديو وما تنسوناش بالبصامات لو اعجبكم الفيديو اكيد عندي صدر تعجاج انا عندي مناسبة لبنات انتم ممكن تدوروا اقل او ما تديروش خلاص طبعا قصيت ومكعبت كي ما شفتوا عندي جومبو عندي ففلة كحلة عندي كوركم عندي بابريكا وعندي شوية داع الملح من كطروش وعندي هنا توابل انتعى الدجاج عندي تابلو كروية والتوم كنت درتي ودرسها هالرسلنا معظم في المهارس وحاطت شوية داع الزيت طبعا لفاح هذا تلقوا في سبع باعرات في القناة ماليكم غير تتقيدوا به وترجعوا الفيديو رائع رائع وحاطينا شوية داع ماء ونخلوه يرتاح الحين نرجع له هذي وصفة رائعة تلقوا بالخضر والدجاج وجبة غنية وصحية حبوها لاطفال وجميع افراد العائلة فيها البروتينات فيها الفيتامينات والالياف كاش حاجة اكثر من هك ما كانش منها هذي الوصفة ننصحكم تديروها يا لبنات ووصفتها بشوفوا بعد ما خسلت السلق تاعي ورقة ورقة لبنات ونقيته منيح نحاول نحي لعواد هذوك اليابسين ونخلي هذوك الولق لعواد عفوين ممكن تحطوهم في المجمد وتستعملوهم يعني تحطوهم كشغل في شربة في اكم فهمي تستغلو يعني الفيتامين الحديد اللي راح كاين في السلق بعد ما قصيت السلق كيما عاكذا لبنات ووش نعمل نحطو في جفنة عاكذا كبيرة لانو لازمني جفنة كبيرة باش نقدر نختم خدمتي اهنا رابيت زوش حبات جازر يكونوا كبار كيما تشوفوا وحطيتوا معاها غليتاني شوية تاع جلبانة لو كنحطها وتشوفوها معايا اهنا زلافة انطار روز حطيتها في شوية تعماء وشوية تعملح من كطروش طبعا هذا كلها حزب افراد العيلة تاعك فهمتو ممكن تم معاقل تطيرو غير ربطة وحداتها سلق وتنقصو كلش هنروحو المارينات ذراح المارينو بيها هذك السلق والروز تاعنا او الكاروت حطيت تابلو كاروية حطيت لفاح تاعي تاني سبع بحارات هذك والتوم اه نحطو بابريكا حلوة او فلفل عكري حلو شوية فلفل حال اه عفوا فلفل اكحل شوية كوركم من كطروش يعني شوية 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 الملح تاني ديرو حسابكم السلق روو ما يحتاجش ملح بزاف بما جيش ماكلتكم ملحة وما جيش تانيت كصامطة وهنا حطيت شوية تعملون عندي طعب صلح نحط هنا غير شوية باك ندير بيه ومبعد نحط في الجفنة تاعي ورابيت زوش حبت عطماطم كبار ملاح ملاح سواء هذا وهوما اللاماريناد هذي اللي راح يطيب للروز والطيب للزرودية والسلق تاعي اها وليكم جيش حطينا على جنب هذي هي ونحطو البصل اللي خليناها من قبل مانا رحيوش ولبنات خلي شوية واقف بما يطلق ليش هذا كلمة ونحطو الجلبان تعنا شوفوا الله باك شحان من خضره حطينا الروز حطينا البصل حطينا الطماطم حطينا الجلبان حطينا الكارات وحطينا السرق هو في المعقول وانا حطينا تقريبا نصف كسن تاع الزيت هكتم شفتو اللاماريناد اللي خدمناها كاملا نخلطوها مع هذا الشي كامل مليح 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 باش نحطوه هذ الماكلة تعنا او اكلة تعنا الرائعة اللذيذة الغنية الصحية في الكسكسة فور هذي هي لبنات كما قلتلكم لازم في اليوم ناكلو خمسة خضر وخمسة فواكه راني عارف الفواكه راي غالية ومش متوفرة دايما يعني لكن نحاول وقدر المستطع ندخلو هذا البرنامج اللي ولداتنا فيه اكلاتنا باش نا يكبارو اصحاح ويكبارو على الغذاء الصحي وانتباع دولهم على الاكلات الجاهزة تعبرها ماذا بيكم ماذا بيكم ماذا بيكم شوفوا هنا الكسكاس حطيت جوز الشوكات متخالفين باح نخلي لهوا يطلع لي كامل هذك الكسكاس مايقعدش غير جوز التحت فمت والبنات هذي اللقطة ديروها نهزو كمية انتعال الحشوة تعنا هذا الخليط المازيش كامل نحطو في الكسكاس ونحط في كسكاس واحد تاني ها وليكم نفس الخدمة خدمتها لبنات بسم الله ونصلوا على رسول الله صلوا وسلموا على حبيب الله بسم الله عليك الصلاة والسلام يا رسول الله شوفوا الابنات كي ما قلت لكم اصدر ممكن تحطوه نصصدر ممكن ما تحطوش خلاه هذا رجل امكانياتكم الشخصية وكل واحد وكل قدير وقدره فهمتو شوفوا الاساس هذيك اللبنات مطر موهاش دي في الجفنة ها وليكم ستة فناعة معاك نظرك ندوهم يفورو وتشوفوه معايا في واحد لاسيوس احنا عطيها لكم يعني من عندي شوفوا الاباك تحطوا القدرة تغلي دي ما كاش ما عندكم مقارس في المجمد ولا يعني كنتو استعمتو قالت تجلفة ارموه في الماء باش البرماتاعكم ما تعملش الكالكير وتخسر لكم في الطفوار هذي من عند خالتكم نحطوا البرمات اللتاعنا طفور فراحتها انا خدتي تقريبا ربعين دقيقة طليت عليها بعد نص ساعة لقيتها ناقصة بدت تنشف دوك تشوفوا معايا شوفوا هنا هاي مزلت شوية خزها طياب بعد نص ساعة لبنات شوفوا الله يبرك وانه لازم تكون عندكم بورما شوية باك تخرج للافا بيوغ تكون مليحة باتع وانكو في الخدمة سينو طعف وكيفا تقفلوها ديرو الاني مين يوم دير ساير فوربولما وخلا شوفوا الاصاص عليك اللي هاو ديتلي قبل كي كنت نعمر في الكسكاس ما نرميهاش هذي نحتافظ بيها وكل مرة نحتاج يحتاج الروز نسقيه نسقيه وهو في الكسكاس شوفتو زي ماها هاو ديكم نرمي هاكذا غرب شوية وانخلط بالشوكة مباركو خلا هادي هي اكلتنا ساهلة ابنينا يعني لذيذة غنية صحية كل الاوصاف فيها كاشكي الاكلة هذي لبنات لينا ولا لوليداتنا وبالاخص كيعود الحل بارت تكلو وش نقولكم تحبو ديرو فف الحار فيها ديرو يعني طبعا فف الحار ما وش مليح لوليداتنا كيما نقولو الانسان يخد حذر وخلا شوفوا لبناتها وليكم بعد ما طابت رح ندريسيها معاكم فالصحان كيما نقولو اها وليكم الشكل تحها لحباب شو هناكم في الجنة صدقوني يالي عزيزي يالي وكانت ضوقوها بنينا 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 بواحد الصيفة ما تتصوروش كيف ما يعني وانا اخر يعني نطيب الحواج هذي نحب ننوع لولادي منك عودش مراكزة غير على المراقي ولا علي فاس فوت هادوك بزاف بزاف مومش ملاح للصحة ما كانش كيما الخضرة وما كانش كيما السلق السلق راهو ممكن نقولو احناي غني بالحديد التجاج الخضرة اللي حطيتها الجزر السنارية البصلة الطماطم التوب المهم هذي كل الشي اللي في الاكلة تعنا رائع رائع يا الحباب انت بنا ان شاء الله الوصفة تعليوم تجربوها وتتمتعو بالذوق لي فيها والبنة المثالية وش راح هنقولكم مهما نشكر فيها ما نوفيهاش حقها شوفوا توكلوا والخفة اللي فيها يعني خفيفة 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 ما تصوروش شوفوا الحباب كيما قلت لكم نعاود ونقول لكم ممكن ديروا نص صدر انا عندي الحباب عندي ضياف في البيت استعملت على حسب الناس اللي عندي وانتم على حسب العيلة تعكم والمقدور تعكم شوفوا حتى بلا بلا دجاج رايجيع سل فهمتوا مش لازم دجاج ماكلا بلا دجاج تاني وجي تهبل انا فقط اعطيكم الطبق الاصلي وانتم تحبوا تنحو دجاج تنحو العروحكم هذا هو هاكا وصلنا يعني هاو الوصفة تعنا حضرت امامكم وهي سخونة الله الله وجماعة ملي كريت السنة نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتتمدعوا بالبنة والدوق الرائع اللي دي فيها كل شي طاب زبدة لبنات هاديك الجلبانة هاديك الزرودية كتوفوا الزرودية ما تبانش يعني هادي وصفة مليحة لولادكم اللي ميحبوش الكاروت ديرو لهم اللقطة هادي ارابول لهم السنة ريا في الروز راح ياوكلوا الفايدة وما يعرفوش لا فيها الجازر ولا ما فيهاش هادي هي وشوفوا حبات الروز عن قرب يعني رائعة رائعة يا البنات شاهيناكم في الجنة والدجاج هاذا كيفاه طيب الله الله خدال يا ربعين دقيقة يا البنات كتعود لك يعني البرمة داعكم مليحة وتخرج الطفوار بيا فهمتو بل خفي طيبة معكم شوفوا يتفترش واحد وشوفوا روعة واذاك البنات على السلق المهم حاجة روعة 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 هاو ليكم شوفوا تمنيت تكونوا معايا واذوقوها معايا راني نبريكم في الروز كيفاه طيب انا هذا الروز بسمتي او اي روز يعني عندك ممكن تستعمليه عادي يخرج لك ولا اربع نتمنى ان شاء الله الوصفة تعنا عجبتكم وتجربوها ان شاء الله وتتمتعوا بكل المنافع اللي فيها ليكم ولوليداتكم ولضيافكم علاش لا نقولكم تهلوا لي في الروحكم الى وصفات اخرى عن قريب ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة